أخي المشاهد أختي المشاهدة السلام عليكم مرحبا بكم في القناة فن ومتعوايب داع في الدرس 49 وعدكم باش نقدم لكم في الدرس الموالي نموذجا من الزخرفة المغربية الأصيلة واللي كيتوجد في مدخل ضريح مولاي دريس الأول بزرهون هذا النموذج معروف بالمغرب وعلى صعيد العالم الإسلامي ولهذا سميت هذا النموذج فضل درس رقم 50 نموذج مولاي دريس الأول لنبدأ على بركة الله سنستروا هذا النموذج بحل اللي كتشوفو في أربعة مراحل نموذج مولاي دريس الزرهون المرحلة الرابعة والأخيرة هي هذه يعني المرحلة النهائية وهذا النموذج بحل اللي قلت لكم كيتوجد في مدخل ضريح مولاي دريس الزرهون وهذه الصورة هذي كتشوفو من المدخل ديال الزريح في جبل زرهون المرحلة الأولى هذي هذه هذي هذي كتشوفو أنا كنفضل نخوذ الورقة اللي هي مخطة على نصف سنتيمتر ثم جيت وخليت جوج ديال السنتيمتر في الوساط ثم استرت واحد جوج ثلاثة اربعة ديال الخانات كل الخانات فيها نصف سنتيمتر هذي كتشوفو وهنا وفقيا واحد جوج ثلاثة اربعة خمسة هذي تستار اللي كتشوفو كله غير العبار لأنك يمكن لكم مثلا تكبروا النموذج وفي عوض ما تديرو نصف سنتيمتر تديرو سنتيمتر يعني تضربوه في جوج لشي يكون عندكم نموذج كبير دابا في المرحلة المغالية المرحلة التانية هذي نوريكم كيفاش ستارت هذي النموذج على حسب هذي التخطيط هذي نبدأ نرسم وهي طريقة سهلة جدا ولهذا غد انستر مباشرة ب قلام مددي هكذا ثم على هذا الخط نصف سنتيمتر نصف سنتيمتر الى اليمين نصف سنتيمتر الى اليسار ثم سنتيمتر سنتيمتر الى الاسفل سنتيمتر الى الاسفل ثم نخذ الخط اليد هنال هكذا ثم نجل ستار هكذا يعني والطريقة ثم نصف سنتيمتر الى الداخل ثم سنتيمتر ونصف الى الاسفل يعني كل هذا كيف يمكنكم انتم ضبله او او نضربه في ثلاثة مرات لكي يكون نموذج كبير جدا على حسب الاحتياج مرات فما غدين جين وغدين نضبط المترجم للقناة 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 على انتباهكم وإلى الدرس القادم إن شاء الله من الزخرفة المغربية الإسلامية الأصيلة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة